موسيقى لا شك بأن شهر رمضان له خصوصية كبيرة عند المسلم فهو ركن من أركان الإسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذا الركن الذي من غيره لا يكتمل الإسلام ولا يكون المسلم مسلما إلا بهذه الأركان الخمسة له خاصية روحانية عند أي مسلم مرة من مرات صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منبره فجاءه جبريل وقال له قل آمين يا محمد عند الدرجة الأولى فقال آمين ثم صعد إلى الدرجة الثانية فقال له قل آمين يا محمد فقال آمين ثم صعد إلى الدرجة الثالثة فقال له قل آمين يا محمد فقال آمين فقال جبريل عند الدرجة الأولى عندما قال آمين سيدنا رسول الله قال يا محمد تعيس وخاب من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة قل آمين فقال آمين عند الدرجة الثانية قال له خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين وعند الدرجة الثالثة قال له خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له إذن شهر رمضان شهر المغفرة وهو كفارة من العام إلى العام كفارة للزنوب من العام إلى العام لذلك هذا الشهر له خصوصية عند المسلم وخاصة وهو يعود نفسه ويقهر هذه النفس عن الشهوات وعن لزائز الطعام وطيب الطعام فهو عندما يحاول أن يسيطر على نفسه بأن يبعدها عن هذه الشهوات عن الطعام عن الدخان عن هذه الأشياء يعود نفسه الصبر فيشعر بألم الفقير الجائع هو عنده الطعام متاح ولكنه الآن مجبر على ترك الطعام والشراب من أجل هذه الفريضة هنا يبدأ الشعور بهذا الإنسان الفقير الجائع الذي لو أراد أن يأكل ربما لا يجد الطعام لذلك ترين في شهر رمضان الأغنياء ترق قلوبهم للناس لذلك تجدين الصدقات والزكاة يعني كثيرا في شهر رمضان لما يشعره الغني من ألم هذا الفقير شهر رمضان يعلمنا المحبة والتعاون والتآلف والوحدة لأن الناس كلهم تجدينهم على السحر يجتمعون على السحور على الإفطار يجتمعون جميعا ينتظرون كلمة الله أكبر لا أحد يأكل تشعرين بأن هناك من يشاركك هذه الظاهرة في العالم الإسلامي كله ينتظر هذا الوقت حتى نأكل معا نشرب معا في شهر رمضان تتجلى التجليات والروحانيات الكبيرة والعظيمة والتآلف في صلاة التراويح تجدين المساجد عامرة من بعد صلاة العيشاء يصلون التراويح يذكرون يهللون يسبحون يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه فتجدين جوا أخويا روحانيا رحمانيا بين الناس هذا الأمر لا تجدينه في غير رمضان لذلك ترين الناس يستعدون لهذا الشهر ببهجة وسرور وخاصة وأن هذا الشهر أيضا يختثم بالعيد السعيد هذا عيد الفطر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة بلقاء ربه أو عند لقاء ربه اشتركوا في القناة